السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومين اخباركم ايه فيديو النهاردة فيديو جديد مختلف مش قوي هو اكل هنأكل المفروض بيتزا ومش اي بيتزا مش بيتزا عادية حمتعتنا دي لأ اسمها ايه رول بيتزا اه رول بيتزا انا اول مرة اسمع عنها انا انا عارف انها تقريبا معروفة بس انا اول مرة اسمع عن رول بيتزا في المطعم اللورا هي ده سكوير ان سيركل تقريبا النهاردة قامين عرض فقلتاج اشوف ايه غول بيتزا دي عاملين باللحمة وبالجبنة وبالبيبروني تعالوا نشوف الحواردة هل هي فعلا حلوة ولا ايه كلام يلا بينا اول حاشوفنا المنيو اصلا جينا عشان بيتزا رول زي ما قلتم شوية غربت ميكس تشيز وجبنا ميكس بيف بردو اثنين ميكس بيف ميكس تشيز نجرب حاجة حاجة بسم الله يا السلام يا السلام ايه يا معرفة اول العربي اوه حلوة جدا ان شبش الحلوة عشان هي حلوة واللي حلوة عشان هاجعان بس هي حلوة مش غلعان قوي قوي بس غلعان حلوة اولة بردك ايه ايه احزا فتاحها من دوة احاول نباوز الجزء ده بص 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 وانا انا انتهى هي متغرقة تشيزي اهل حاجر من بحبيت جبنة جدا بحبيت جبنة جدا تماما في بص هنا بحيطة دين مقرمشة دي جبنة اصلا صيحة عليها جبنة جبنة كتير حلو من هي عجينة بغرقة جبنة حلو في معنا واحدة بيف برضو ايه عم كل ده في حاجة كده شبنة حلوة اول بيف سموكي حلوة جدا نا انا عجبني البيف اصلا اكتر مع الجبنة العادية اللحمة برضو مع الجبنة بيعمل شغل ما تيجوا هنا اطلبوا بيف ميكسي بيف حلوة احسن من الجبنة بس بالنسبة لي هاي بغرقة الجبنة حاجة برضو اخر تلتة تقريبا النص بتحب الجبنة هتعش ادي هاي بص بص عمل ازاي واو جبنة جبنة انت ممكن هكيه بتوعد زبوه متوكلتش جبنة جبنة كتير فعلا بص 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 يا حلوة جبنة مش عايز تخلص كده عايز تسوي السيكة صغيرة بس شوي غير عاجينا برضو بس حلو اي راكة محمد في الله اي احمد سوري انا قلت اسمه صاحب صلوب احنا قلت اسمه محمد اما عميدة جبنة 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 اي راكة في الجبنة ديها الاحمد نسأله بقى على الرأيه يلا يا حمد استنى ايه صرعت وضبطي بالبورجر صر اي رايك جابت على الفيس بوك انا عايز اروح مين يجي معي واحمد جاء قابلنا هنا والله يا جدا عننا احسن حاجة العجباني في كله برضو اضبنانا لعد اطراف ما ارمشة في الاخر دي جيبنا القاتشب اللي عجب ديها حكاية برضو لو عايز تكسر الطعم ملاحوص القاتشب حكاية الفكرة حلوة انت مثلا مش عايز تحط القاتشب بس هو حوالي المكان عايز تاخد تكسر الطعم نايس نايس طالب برجر اللي صرته كان حلو طبين بقى ايه بيتزا حلوة هنيجو هنشوف موتيلة موتيلة هي نفوت بيتزا موتيلة ويقولوا ان هي نفوتيلة متقول ان موتيلة مش موتيلة مضروبة ومارشميلو وشكواتة كاتبوري هان شوف ده هل تفاق عن جوه همش جوه هزي السكينة كده هان بس شكواتة عمزة نموزة كده احنا فعلا نجاء مش اللي ده انا كلها انتكيلة لاحظ زداني عمزة ازاي ما تغرقك اه بقى نجاء اجني افتك لاحظ زداني عمزة ازاي انا عاز اغرقك انا هنجرأ فعامرو بقى ناكله اه بعدين هو اللي حسو عليه مرش ده عمزة عمزة وبحقية لتصوصي مش قادر يتكلم طب يتكلم وبعد كده يكمل أكله شوزة؟ ها بدي الفئة الأول الفطيرة دي أو البيتس دي أصلا تلاتة وأربع أشخاص فإحنا عشان كده جميع حتى تلاتة مبعض مش هينفع خاصها الواحد يعني مونك خاصها الواحدة بس مش عامل كده بص هي المرشاميلو أولا دايب قوي زي السفنج كده جوه فمع الشوكولاتة بيبقاش ملقى فضيع بص 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 مالذوقاتي هنأكل الشيء با ياب الكادب اللي هم حاطينه حاطينها كادبوري إيه؟ بالبندق البندق برضو جوه تانوتيللا وكادبوري المرشاميلو بسم الله كده زنان والله يبالك كده كده مقفين نغفورة السعادة ضربت في دماغك ممش قادر أشربو هاد حتى هانا مكلته ش solche لا احتبرع بيهن لعمر الشريك بألم تسعى هاة ثقت انت اعوانت كده ليه؟ يا فايف انا مش هده خلص انا فصلت تجربة لطيفة جدا جدا احب اشكر احمد النجا ويتمانى تجربكم عجبتكم لما تيجوا هنا تطلبوا ميكس بيف بالنسبالي حلو جدا 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 جيبنا بس البيف بيكسر الحكاية ما تطموش بتاع دي الا متنونا فوق العشرة كل واحد ياخد حتة كده بس وخلاص اتمنى الفلوج يكون عجبكم لطيف خفيف شوفكم ولوغ بقران شو الله السلام شميل انتواس